السلام عليكم كنتمنى تكونوا بخير على خير احوالكم طيبة وما نقصكم حتى شي خير ومرحبا بكم معايا من جديد في قناتكم مطبخ حلمة الفلالي مع وصفة جديدة وفيديو جديد اليوم ان شاء الله غدي نحضر معكم ملوي مخماد كبير سوف ندروه بطريقة رائعة ملدي مورق سهل في التحذير اكيد إذا جربتوه سوف يعجبكم بزاف و تعتمدوه كما تشوفوا معايا عن قرب كيف يجي فابقوا معايا نشوفوا تفاصيل التحذير من اول فيديو الان في المكونات سوف نحتاج الدقيق ديال الفرص يكون نوعية مزيانة بشكي نجح لنا الملوي او المسمن ديالنا وكذلك الفينو سوف نحتاج معاهم الماء دافي خميرة عسل ملح العسل الممكن انا نعوضه بالسكار ماشي مشكل و بالنسبة الكمية فكتبقى اختيارية ديرو اللي بغيتو غيهية بالنسبة الملوي اللي مخمر فكندير نص الكمية فورس و نص الكمية فينو ممكن تكترو الفينو على الفورس ممكن تكترو الفورس على الفينو اللي بغيتو بغيتو تحضروا بعض الطريقة مسمن او تحضروا مثلا الملوي ما خامرش فطابعا كتديرو الفورس شوية زايد على الفينو سوف نغرب لهم بجوج و لي مبتدي او بغيت تعرفش حال درت فتقريبا جوج زلايف ديال الفورس و جوج زلايف ديال الفينو يعني واحد الكيلو بالمجموع زايد الملح معلقة ديال الخميرة غي صغيرة مدرتش كبيرة و كدلك غدين دير معلقة ديال العسل تكون شوية كبيرة ماشي شوية كبيرة يا موهم عمرش كبيرة لكنت كبيرة ما عمرش بززال غدين نجمع بالماء يكون دافي واحد شوية ماشي سخون دافي حتى كنحصل على واحد العجينة ارتباء لانا ما حدنا كندلقو الفينو ما حدو كيرتاح هو كيشرب الماء فكتروا شوية الماء ولكن ما يكونش بحل بريوش يعني شوية لكن قاس حدي تعدبكم لا في عجينتها ولا ما يتبغيوا تشكلوها وتتلقوها طبيا غادي نستمر كنجمحها كندلقها اما بيديها اما بعجانة او روبو اي اداة كتعجنو بها استعملوها ما بقيتو تعجنو بتشي حاجة جمعوها بلا خميرة كيف العادة دلوها في بواطا تكون كتت سد مزيان او بلاستيكا وسدو عليها وخليوها الوقت الكافي يعني غي تكون ما فيهاش خميرة كانت فيها الخميرة فساعة هنا من تلكات مزيان كتكون تلقا على رأسها نخليوها كترتاح وتخمر واحد شوية بعد ما تتخمروها شكرا من القياس لي شوية لي ترتاح بعد نبدأ وكنشكلوها وكنستعملو في هذه المرحلة الزيت زيت المائدة وزيت العادية هكا نقولها زيت الرومية فقط ما نستعملو لازبدال الأولو ونشكلوك الكويرات هنديرو جوج كويرات في واحدة يعني عنكم ميزانكم لنا بزاف منكم بغاو هاد المخمر الكبير فقدرت الخبيزات او الكويرات شوية كباري كنتو باغينهم صغار فقديروهم شوية صغار كنتو باغين صغير فغالي نخليلكم الرابط ديال الوصفة ديال الملوي الصغير بطريقة سهلة بزاف كي يجبينو صغير ورين بتقديم ديالهم ولكنو طريقة سهلة بصرع تشكلها وحتى هالطريقة راه سهلة مع كبار رغض غية كتساليهم باستقليفش نهائيا لوقت كثير طفيا نستمرو كما حضر سناقضو كما حضر التورت الكوير كي تزالي منها كي تتمبروا في زيت أطاعزة من الوقت لذا تتأكد عنهم قاعدا دهنهم بزيان بالزيط من الفوق ومن التحت بعدهم واحد شوية ودلهم في شي بلاتو أو لشي تفوق سطح العمل ماشي مشكل غير من ينسالي ونشكلهم كاملين نغطيهم من جديد بالبلاستيك ونخلي وهي يرتاح نخليهم يرتاحوا مزيان كل ما ارتاحوا كل ما يساعدونا وكيتلقوا لنا بسرعة وما كيعدبوناش ونفس الشي يعني تلا ما كاناش ارتاح لكم العجين المرة الأولى ترتاح دابا نحن نأخذ الفينو نزيده معه الزبدة لذوبنا الكمية اختيارية ممكن ندركه كمية قليلة فهي تهرس المضاق الزيت وتعطينا طرق مزيان وكتر إلا كانت يبدأ من الأصل الحيواني يكون المضاق ديالها مزيان ندركوا الكمية اللي بغيته نزت واحد الخمارة فقد عطيه واحد نتيجة زوينة بزاف بغيتوا تستغناء وليا تستغناء لكن تجي مزيانة في هذه الخلطين كنت جائعة لقد سمعتها حيثا في الراديو خصوص في اللقاء المفتوح كنت يلا نازل كنت تعلم وكنت كان نديرها ومن بعد حالة نسيتها بعد مرة كنت قادوا ندركه طريقة ونعدها امدوها واحد لمدة وكان رجعونا نسوي حتى تفكرتها مؤخرا وقلت لماذا لا نعاود نديرها لأنه فعلا تعطينا طيجة زوينة وكتسهل فاقبقوا كل مرضين يريدنا في الزيت كنا عودو نديرو يدينا في الفينو فهكا اسهل يعني ما عرفش هنا وش كتتطبقوها وش كتديروها اللي هيك تقدير هذي الطريقة تخليها لي في الكومنتر باش اشوفش حال تومه هنا هيك نحاول ناخد كل كورا كنتلقها غير واحد شوية بحال الطريقة يدرت معكم يعني مش حال هذي يعني في البداية للقناة دي اللي مسمى يعني وحدا وفوق وحدا عندلوها اليوم ان شاء الله في الملوي فكتزهر الخدمة كتنها التواريق اكتر كندلو ذيك الخلطة كندلوها بحالكة كندهنوها باش كتتفرق ليناء بين وحدا وحدا كتكون كمية مزيانة وكندير الاخرى فوق منها صافي بها تشكل كندير يعني واحد دلر ثلاثة او ربعة وكان بدأ كنتلق فيهم نقدم وكان رجعو الاخرين كانت العجينة ديالك ما اولى الكورا ديالك ما ارتاحوش مزيان ديلو لهم هذي الشكل غطيهم وخليهم يكملو يزيدو يرتاحو باش يعاونوك صافي اديك الخلطة اللي بنت لكم الناشفة ونقصها ليدا مزيدو لها الزيت رهز الزبدة ممكن تديروغي كمية قليلة غيتهرس المضاق والزيت تكون اكتر وممكن طبعا اذا بقت تديروغي الزيت را ممكن انا ممكنش مشكين الناس لي ما عندهم مش الزبدة صافي كما لحتو هنا كناخد كله وحده وكانت لقها كتعاوننا بزاف اننا نجينا مورقة بلا ما نتلقوا كتر من القياس صافي غادي نسا ما كنتلق فيها او دائما بسبب المساديات جروا الجوانب هما كي جروا معهم الوسط جروا الجوانب بركزوا على الجوانب فقط لانه الى قول الجوانب غلاد فكي جي نمسمنا مزويناش نهائيا مدقصة ومعجنة في شي بلايس فهاد اللحظة يعني يحضر في الدين ديالي المسمى اللي كنت كان ديروه ما زالة صغيرة وكانت نل ويدها ديالتاك تخرج والدار كن نظر في نعجنو فكان كي جي معا كن عرف شا بصراحة البنتي قدك تاي المهم كان طيب على طريقة بها الشكل وصفية وغا نستمر كان قدها حتى كان سري العجينة ديالي كاملة وكيف قولت اللي سريتها كان غطيها بالبلاستيك وغي كان قرب نسالي كان شعل على المقلاة باش مباشرة رقي كنقرس كنبدأ كنطيب وهنا في هاد المرحلة ما تنساوش هاد الخالطة باجي يكون مرق من كل شي صافي وكان طوي ودائما يدي مرخوفينين كن اكد على هاد النصائح انها مهم مبزاف كل مرخفتو يديكم كل مكنت النتيجة مزيانة وهاد الجوانب كنقدوهم وندخلوهم لداخل وكنحاولو نجمعوه ملوية دينا اللي وسط وكندخلوه مزيان وكنحطوها بهات الشكل صافي وكناخدو اه احني واحدة اخرى صافي رقي نضن طريقة مفهومة ندوزو مباشرة باش نطيبوهم بالنسبة هاد حيت ملوي كبير فكناخدو واحد الورق ديال الطبخ وكنحاولو نقرسوها ملكف ديال دينا فقط غير صباعات وحنا مره مره كندهنو بالدينة بالزيت ونحاولو نقادوها جينا مقاددة ايلا قرسنا الوسط اكتر من الجوانب او العكس فكتبقى واحد بلاسة كتتتتحمر وبلاسة اخرى لا نقادوها هنا حيت العجنة خامرة ومرتاحة وغادي تنفخ فحاولو ترقو المخمر ديالكم ما تخليوش غليد كاللي كيبغي غليد انا في صراحة انتي عمليش غليد بالزاب كان نرقو وكنخلي راكي يزيدي تنفخ ويزيدي غلاض في المقلة داك الشي علاش ديلو لصراحة كيبقى لحسب الطوق ديالكم هنا كنقلبوها بالكاغية ديالها في المقلة كتجي سهلة باش ماكتدي فورماش خطونا كتمرتاحة كتعواج المبتدئة نرى ممكن نزاحة طبي مولفا ولكني كتكون كتتعلم كتتعدبها غير كنحطوها غير واحد شوية كنقلبوها هذي را تعطلت عليها حيث العافيان وقلية اللولى وكانت المقلة سخونة بزافة ضغية تحمرت وكل مقل منها ضغية كل ما كتتنفخ وكتكون يعني نتيجة احسن اما لتتخليتها تتحمرت ميكت قلبها را ما كتتتهولك شمال الداخل هانا كما راحتو رسيتش شوية ديالزيت شوية مشي بزاف سوف يكون بقاك نقلب فيها تكتبالية تحمرت من الجهتين العافية تكون شوية مرتفعة ما تنقصوش عليها بزاف واحد شوية تكون متووسطة او طالعة انا ديرها يعني تجيها الوسطانية ديال البوطة عندي سخونة فنقصة شوية بش ما تتخطفهم ليش عاود وبقاوا من الداخل ما طيبينش او لا يتحمروا ضغية صافي كيتحمروا من الجهتين غادي نحطهم على الجنب بالنسبة الناس اللي كي بغيوا يحترضوا بيهم في المجميد فما تتحمروه مش كتر من القياس هيا بدت كتتنفخ ما تتحمروه مش كتر من القياس فقط يتدهبوا تشوفهم شوية تخل فيهم الهواء من الداخل وما غايتنفخش بحال المسمن لانهم خامر خامر واحد شوية غير خصويته هوانا من الداخل كمات هو كيجي مورق كتر وكيجي خفيف ما كيجيش مندقص من الداخل فاكيد بها طريقة راكي جي ارائع بزاف جيجي جربوه اردوا علي الخبار خصوصا يرتاحتك العجينة مزيان بكتيها مزيان وتبعتي الطريقة كمهية صافي هنا يا غادي نمشي نديرو احد اخرى غير حطيتها كمه لحتو قلبتها صافي وعرضوه بلكو مش متتقبش ليكم ولا تقطع صافي ونبدأ كل مرة بنحس بها تحمرت وحش شوية انقلبها الجهة الاخرى حتى كتتحمر لي بين الجهتين وكيف قلت راه ما كياخدوش الوقت نهائيا في توجد دياله نرى بلية نديرهم حتى العشية وضغية ساليتهم كيجيو فتيا وكيجيو يعني ناجحين نرى الشكل النهائي ديال الملوبي ديالنا او المخمر من كيطيب كامر ننسبة لطريقة الاحتفاظ باش ماك نساش حيث بزاب كيجيو أسئلة عليها فعادي كتخليهم يبردو وكتديرو على حساب وكتديروهم في بلاستيك بحلقة وكتدخلوهم المجمدين بيكتبغيروه كيكتديرو في الالد البانيني وكتخليوه حتى كيتعاود يكمل تحمر ديالو كيسخون وكتقدموه كيبقى مزيان حيث كيلي ما عنداش الوقت بقى كل مره كتجبد وتحضروه وصنكي الناس لي كيبغيروه في رمضان بزاف فهذه النتيجة في الطريقة كتكون احسن وهو عن قرب كيجي اهشيش ولديد وخفيف وناجح كدأكد لكم غير تبعوه طريقة كما هي اكيد غريتعجبكم سوف يوصلنا لنهاية الفيديو نهاية الوصفة اللي بناس بغيت نمصيكو ما تنساوش جاي مراك وليتو كتنساوه كل معنى ما كان في فكرككم شونتو ما فكتديروش فخليوه ليه باش نعفقو مراكم تبعيني وكتوصلو الاخر الفيديو شكرا لكم دائما على الدعم وتشجيع وإلى اللقاء في فيديو في وصفة قادمة إن شاء الله مع السلام